استمرار لنشاط الرياح الشرقية يوم الاثنين والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع ان يطرأ ارتفاع اضافي على درجات الحرارة يوم الاثنين لتصبح اعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 4 الى 6 درجات مئوية ويكون التقس لطيفا وصحوا في اغلب المناطق نهارا ومعتدلا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذه الرياح وتزيد من الاحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل نتيجة لطبيعة هذه الرياح الجافة اما خلال ساعات الليل فيبقى التقس باردا وصحوا في اغلب المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة اما عن درجات الحرارة فنشاهد هنا ان مساء هذه الليلة في العاصمة عمان تكون درجة الحرارة 9 درجات مئوية نهارا يوم الاثنين 18 الى 8 درجات يوم الثلاثاء من 16 الى 8 درجات ويوم الاربعة هناك فرص لزخات من الامطار وتكون الاجواء غاية مجلسئيا والتفاصيل في النشرات القادمة نتمنى السلامة للجميع في حال اردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في امان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الاردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الاصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري